كنا متوقعين تقريبا انه هيبقى فيه ضغط وضغط شديد جدا بس اللي احنا كنا ما كناش متوقعين يعني الصراحة انه نلاقي انه فيه توطر شديد جدا لسه كنت بقول انه وداد يعني خد العلامة الكاملة نهو نجح بامتياز نهو يستفز لعيبة الاهلي ينرفز لعيبة الاهلي يخرج اكتر من لعب عن اجواء البطولة عن تركيزه في المطر بص دي لعبتهم لو شفنا مبارح حتى التصريحات حتى بتاعت الصحفيين بتاعت الراجل مدير الفني كل القصة كلها عملين يتكلموا في ان هما احنا فايزين فوز مع ناوي قبل ما نشتغل احنا مش علينا ضغوط هما اللي عليهم ضغوط انا مش فاهم يعني احنا اللي كذبانين انت اللي خسران وانت اللي هتلعب في ارضك فالضغوط عليك انت مش علينا احنا لكن هو عمال يصدر للعيب عمال يصدر للجهاز عمال يصدر للجمهور كمان هما بيضروا لعبوا اللعبة دي كويس جدا خصوصا كمان لما نزلنا الملعب برضو اللعبة مستفزة جدا بصراحة احنا كمان ساعدناهم بصراحة انا شايف ان احنا كان ما هي دي هي دي كابتل احمد يعني احنا ازاي اللعبة اللي منجودة لعبة فيها خبرات كتيرة جدا ولعبة نهائيات كتيرة جدا يعني عندنا اكتر من من لعيب لعب تلات اربع نهائيات ولهم كانوا موجودين في الثلات اربع سنين اللي فاتوا تلات اربع على سكواد ازاي نيك حول ان هما يستفزونا كده ازاي نيك حول ان هما يخرجونا كده هما بيعبوا على السماليو الاوحد بتاعهم انا هجيب جون وهموت اللعب وهخلص المرشة واحد سفر وده اللي احنا زي ما قلتلك كده ان احنا ساعدناه احنا اول عشر داية وربع ساعة احنا احنا في كل القنوات قلنا الميزة بتاعت الناس دي كور سابت لو سمحت قلل الكورنر اللي عليك قلل الفاول اللي عليك اربع كورات في نفس كابي بس احنا فاول هنا ونفس المكان بس على الفكرة كنت ان الفاول دا الوحيد المهوش عهد انا معاك ان الحكم كمان بصراحة كان مزودها ولكن احنا برضو مساعدين الحكم ان هو يحسب حاجات يعني في حاجات يعني فيه واحدة بتاع تعاليه معلول ما تنزلش على الارض يعني كم الجريم على الارض في حاجات كده كانت سهلة جدا ان احنا نعديها ولكن انا شايف ان احنا حطناهم في الحتة دي يحيا دا بيعمل الكورس هايل وبعدين حتى الوقفة الجون اللي خلفينا واضح جدا ان فيه توطر واضح جدا احنا لما بنشغل يعني بنعمل زون بنشتغل على الحتة الدفاعية دي بننزل بننزل اللعيبة بدهرهم للجوم على فكرة دا بس حي من غرفة خلع الملابس ندل اهلي واحتفالات بقى مع بعض البطولة يعني صراحة الرجال النهاردة تعبوا وكان عليهم يعني فيه ناس في المنعب تعبوا جدا طبعا كان عليهم مسئولية وكان عليهم ضغط رهيب جدا 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 من الجماهير من الاجواء بشكل عام بس انا بقول وما زلت يعني بقى اؤكد ان هما كانوا 11 لعيب او كل سكواد ترماند الالي سون جوا المنعب على دكة البودراء كلهم رجالة كنت بتكلم كابتن نهاب على موضوع الجون بتاعهم اللي جيه هو كربون نسخة كربونية من يعني قبل ما يدخل الجون كان فيه كان فيه كرتين بالزبط هو التالتة بالزبط هي من نفس المكان يمكن الكرة اللي كابتن نحمد بتكلم عليها الأولى كانت لعلي معلول كان برضو بص إيزي بص جدا كان ممكن يرجع العب منه مع عب منه ميشيل واحدة اتأخر رح نزل على الارض بعدها على طول برضو نفس الكلام حمدي فتحي ونزل على الارض برضو فحصلت الفاول بنفس الكلام بعد كده الفاول اللي هو الوحيد بقى اللي هو مش فاول فعلا بتاعت علي معلول دي انا شايف اللي هي ما كانش فايا حاجة على اولاند لكن برضو التصرف هي واضح زي ما كانت رحمد بيتكلم وكل الناس بتتكلم وإحنا اتكلمنا إن الميزة اللي عند فرقة الوداد الكورة السبتة اللي ليهم بيأدوها بشكل كويس جدا وهو فعلا يحيي عطيت الله بيعملها مميزة بشكل كبير جدا 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 هو اتحسبت لي أوناجم أوناجم وهو أستاذ ولعبته بيعرف ياخد الفولات أو حريف في الحاجات دي لكن هي ما كانش في أي حاجة لكن لازم في الكورة احنا بننبه والمدير الفني أكيد بننبه يا جماعة ما نعملش فولات كتير على حدوده 18 ما تدخلش الوداد في اللقاء لأن الوداد ما ضايعش فرصة نهارة هل ليس بتحول فيه مدراء فنين بيعتبروا المنطقة دي المنطقة محرمة ما ينفعش تعمل فيها فرات بأي حال من الأحوال إحنا لو هنسترجع شئلة الماتش الوداد ما ضايعش فرصة هي كله اخترته كانت من الكورة السبت لكن فرصة حقيقة من جملة للوداد أو الشناو شلح واحدة صعبة أو في كورة جنب ما كانش فيه ليه لأنه هو يعني شغله الشغل الفترة اللي فاتت احنا شوفنا الوداد حتى في الكورة النادي الأهلي كان ليه الأفضلية وكان هو الأفضل في كل شيء لكن الوداد هي الكورة السبتة وعند النادي الأهلي مشكلة يعني برضو النادي الأهلي في الكورة السبتة اللي عليه بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا كان هدف برامة زفكاس مصر كان من ضربة سبتة الكور الخطرة اللي بتبقى على نادي الأهلي دايما بتبقى من الكور السبتة سواء في القرانر أو الكور السبتة اللي بتتعامل على حدود الثامنطاشر فدي مشكلة لازم نادي الأهلي يعليجها لان في نفس الوقت نادي الأهلي بيستغل الكور السبتة يعني زي ما شفنا النهاردة نادي الأهلي بيخلص اللقاء بكورة سبتة كورة سبتة كربونية يمكن هي اللقاء أصلاً ومحفوظة يعني محمد عبد المنعم تقريباً الهدف العاشر ليه تقريباً بنفس الطريقة سيناريو مقرر ركنية تترفع يلعب يخش اللعب على العزاوة البعيدة مباراة الرجاء السنة اللي فاتت النادي الأهلي كسب هنا اثنين واحد كان برضو نفس السيناريو النادي الأهلي كان متقدم بأدافين وليه تريد جنيه برضو مع منتخب مصر بس أنا بتكلم على السيناريو بالزبط ان النادي الأهلي كان مسيطر ومستحوذ وقضاع عديد من الأهداف راح للرجاء جاب هدف بعد كده راح النادي الأهلي بلعب في المغرب ودخل فيها هدف في البداية وبعد كده علي معلوم داع ضرب الجزاء بعد كده يرجع محمد عبد المنعم بنفس السيناريو النهاردة فإذا انت عندك ميزة بتشتغل عليها لكن في الحالة الدفاعية لا في مشاكل في النقطة دي عن النادي الأهلي ولازم ميسر كولر يشتغل عليها الفترة الجاية